أعزاء الأوكرانيين والأوكرانيات باختصار عن هذا اليوم اليوم استمعتوا إلى تقرير قائد العام للجيش عن الوضع في الجبهة في مقاطعة خاركيف في اتجاهات ووفشانسك وليبسي وكوبيانسك نحن نقاوم الدغوط الروسية شكراً لكل لواء وكل وحدة يتم أيضاً التركيز على اتجاه دونيسك وقبل كل شيء بوكروفسك فهذا الاتجاه هو الأكثر خطورة الآن وهناك أكبر عدد من المعارك في الواقع فإن عملية خاركيف التي قام بها المختلون تتمحور حول محاولة إضعاف قواتنا بشكل عام على الجبهة وفي نفس الوقت محاولة تعزيز الدعاية الروسية التي تستهدف زهماء العالم تريد روسيا أن تظهر أنها هي التي تحدد مسار الحرب ومهمتنا هي تعطيل المحاولة الروسية لتوصيع الحرب ومنع الدولة المتادية من اختراق الجبهة وكسر دبلوماسيتنا التي تعمل على تحقيق السلام العادل لقد عقدتوا للتو اجتماها طويلاً بشأن التهدير للقمة السلام الأولى التي ستوقض في يونيو في سويسرا هذه هي الفرصة الحقيقية الأولى لوضع نهاية عادلة لهذه الحرب خضر الاجتماع فريق المكتب الرئاسي وخبراءنا الدوليون وجميع المشاركين في الاتصالات مع الشركاء فيما يتعلق بالقمة تبقى حوالي شهر حتى القمة شهر من العمل لقد وافقت الدول من جميع القرات على المشاركة في القمة وسنواصل بالتأكيد العمل على جميع المستويات لجعل الحدث مصمراً سأواصل التواصل مع القادة وسيواصل فريقنا العمل على مستوى مستشاري الأمن القومي وكذلك على مستوى وزارة الخارجية والبرلمان وقادة العامين ونستخدم أيضاً اتصالاتنا غير رسمية مع الشركاء لقد شهدت أوكرانيا والعديد من البلدان الأخرى الكثير من الخضاع الروسي الانتهاكات الروسية للمعاهدات والوهود ولا يمكن إجبار روسيا على اخترام مثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والسلام الحقيقي إلا من خلال جهود الأهلبية العالمية وكان هناك اجتماع آخر مهم اليوم أجريت مخادثة طويلة حول حماية واستهادة صناعة الطاقة الأوكرانية والوضع العام في قطاع الطاقة شارك في المخادثة رئيس الوزراء شميغل ووزير الطاقة والعسكريون وممثل شركات الطاقة الآن بعد الدربات الروسية فقدت صناعة الطاقة جزءا كبيرا من قدرتها التهافي سيستغرق وقتا هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهود لمواصلة تطوير صناعة الطاقة الجديدة ستكون قادرة على العامل على الرغم من كل الإرهاب الروسي بالإضافة إلى ذلك نحن نستعد لموسم التدفئة القادم وهذا يشمل على وجه الخصوص الإصلاحات وإعداد التوليد النووي لذلك هناك الآن حاجة إلى استهلاك كهرباء بشكل عقلاني سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى السلطات الإقليمية والمحلية يجب على شركات الطاقة تقديم معلومات كاملة للناس حول جدول انقطاعات الكهرباء وتوهية الجميع بشأن استهلاك الطاقة العقلاني وبطبيعة الحال نحن نعمل على توفير المزيد من الخماية الدفاعية الجوية لأوكرانيا نحن نعمل مع جميع الشركاء ونقوم بإقناعهم بشكل مستمر وهناك أمر آخر لن يمر الإرهاب الروسي دون عقاب أبدا نحن نتحرك خطوة بخطوة حتى تشعر الدولة الروسية بهواقب وساما شرها شكرا لكل من يعمل من أجل هذا ومن يصنع طائراتنا بدون طيار وأصلحتنا ولكل من يستخدمها استخداما جيدا شكرا لكم المجد لأوكرانيا شكرا لكم